قالت منظمة الأمم المتحدة للتفولة يونيساف إن شبكات المياه العامة في لبنان على وشك الانهيار بشكل كامل بما سأقضي على إمكانية وصول المياه الصالحة للشرب لملايين الأشخاص ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من نقص حاد لمدتي البنزين والمزوت وانتشار توزيعهما في السوق السوداء لا يزال لبنان بلا حكومة في وقت تتراكم فيه المشكلات الاقتصادية والمعيشية أمام اللبنانيين لتحول حياتهم إلى مأساة أحدث فصول الأزمات في لبنان جاءت من خلال منظمة الأمم المتحدة للتفولة يونيساف بشأن شبكات المياه العامة في لبنان وقالت يونيساف إن شبكة المياه على وشك الانهيار بشكل كامل المنظمة الأمامية أشارت أيضا إلى أنه وفقا لبيانات حصلت عليها من مؤسسات المياه العامة في البلاد خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي فقد تبين أن نظام إمدادات المياه يعمل بشكل غير مستدام وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعكر صف لبنان أضافت أيضا أن انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة يضع نظم المياه تحت ضغط شديد مما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها في البلاد أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات أخرى تتمثل في نقص حاد لمادتي البنزين والمازوت وانتشار توزيعهما في السوق السوداء مما دفع الشرطة اللبنانية إلى شن حملات مكسفة على الأسواق ومخازن توزيع المواد البترولية متوعدة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك